اشتركوا في القناة الامريكية بالسحب من مخصون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لمواجهة ارتفاع الاسعار تحرك منسق ادرجه جو بايدن في خطابه الاقتصادي ضمن ما اسمه الازمة العالمية التي تعصف باسعار الطاقة منذ بداية تعافي الاقتصاد من تداعية جايحة كورونا التفاصيل معنا ريمان حماني ما كان وعيدا وتهديدا بات فعلا وحقيقة مستهلكوا النفط يدشنون حربهم ضد تحالف اوبيك بلاس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء الى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الامريكية سحب خمسين مليون برميل من مخزوناتها النفطية تتضمن الافراج عن اثنين وثلاثين مليون برميل من كميات اضافية من المخازن الاربعة لاكبر اقتصاد في العالم مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب ثمانية عشر مليون برميل اخرى بريطانيا لم تنتظر طويلا لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الافراج طوعا عن كميات تعادل مليون ونصف المليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية في حين وافقت الهند على ضخ خمسة ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ رغم اعلان نيو ديله في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الابيض على ذاك النحو قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الاعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا وعاكست أسعر النفط أهداف تحرك الولايات المتحدة الأمريكية ودول مستهلكة أخرى لخفضها مسجلة ارتفاعا قياسيا لتصل لأعلى مستوى لها في أسبوع في نهاية جلسة أتولتاء فقم من أزمة أسعر البنزين الأمريكية المرتفعة بتحولها إلى كابوس يؤرق إدارة رئيس جو بايدن ويخلق أوراقه تحسبا للتشجيد النصفي لأعضاء الكونغرس تقرير في السياق لعبد النور حفصاوي بالتجاهل والارتفاع واجهت أسواق النفط خطوة منسقة لكبار المستهلكين بالإفراج عن كمية ضخمة من احتياطاتها الاستراتيجية لتسجل العقود الآزلة لخام برانت القياسي العالمي أعلى مستوى لها منذ أسبوعين ملامسة عتبة الثلاثة والثمانين دولارا للبرميل لينجح في كسب نحو ثلاثة دولارات في جلسة تداول واحدة بنسبة ناهزت أربعة في المئة عن تداولات جلسة الاثنين وعلى ذلك النحو ارتفعت العقد الآجلة لغرب تيكساس الوسيط القياسي الأمريكي إلى نحو تسعة وسبعين دولارا للبرميل بزيادة دولارين بنسبة زيادة تجاوزت اثنين فاصل ستة في المئة بالمقارنة مع جلسة الإغلاق السابقة تتجاهل أسواق النفط لخطوة بايدن في مواجهة تحالف أوبك بلاس في وقتين يتفاعل معها الرأي العام الأمريكي وينقلب السحر على الساحر فتحركات بايدن لخفض أسعار النفط باتت تثير ردود فعل سلبية بشأن قدرة تسيير قاطن البيت الأبيض لأسوأ أزمة وقود تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية منذ نصف قرن ومن هنا يطل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتقدا سياسة خالفته في قيادة أكبر اقتصاد في العالم قبل عام واحد كنا مستقلين في مجال الطاقة والبنزين يباع مقابل سبعة دولارات في أجزاء من كاليفورنيا وينتشر في جميع أنحاء البلاد بينما يأخذون النفط من احتياطاتنا الاستراتيجية هل بهذه الطريقة تضار الدولة؟ ارتفاع في أسعار الذهب الأسود فيما يبدو معركة خاسرة لبيدن ضمن حرب طويلة بين المستهلكين والمنتجين فإعلان البيت الأبيض عن نيته في اتخاذ خطوة أخرى لخفض أسعار الخام تجعل من سحب جزء من الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية سوى جولة أولى في مواجهة قصر العظام مع تحالف أوبك بلس التي سارع بعض أعضائها للإعلان عن تمسكهم بسياسة الانتاج الحالية دون تغيير قبل الاجتماع المقبل للكارتل النفطي في الثاني ديسمبر القادم في شأن تقوي آخر أعلنت مجموعة سوناتراك الجزائرية عنيتها استناف عن شطتها في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا قريبا بيان النحن المجمع ذكر أن وفدا من إطاراتها السامية شاركة في فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة طرابلوس يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجارية تظاهرة شكلت وفق المصدر ذاته فرصة لبحث سبل مساهمة مجمع سوناتراك عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المشاة النفطية والغازية في ليبيا قمة رسمت لسباق فرنسي أمريكي مبكر على سفقات إعادة تأهيل وصيانة المشاة النفطية والغازية في ليبيا بإبداء توتال الفرنسية الحملاقة نيتها ضخم ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي اتزامن مع إحلان طرابلوس رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من مليوني برميل يومياً العام المقبل نتابع هذا التقرير لسمية غانم بعد عقد من حرب مدمرة ليبيا تستشرف الأمان والاستقرار باستئناف كبريات شركات الطاقة العالمية نشاطها هنا في قمة ليبيا للطاقة والاستثمار يتزاحم عمالقة النفط والغاز على افتكاك أول عقود الاستثمار دولة ليبيا أصبحت آمنة وأصبحت بالإمكان أن ترجع الشركات التي كانت تشتغل فيها خاصة شركات الخدمات سواء في قطاع النفط سواء في البنية التحقية سواء في المشاريع المختلفة وهي حقيقة لاحظنا من خلال من بداية حكومة الوحدة الوطنية أن شركات عديدة رجعت التي تقوم بإنشاء محطات للكهرباء وإنشاء طرق خاصة طريق الدائر الثاني وطرق عديدة في كافة نحاء الدولة الليبية استئناف الاستثمار الأجنبي في الحقل الطاقوي الليبي يتزامن مع إعلان طرابلس نيتها رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أزيد من مليوني برميل يومياً نسعى للتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتعويض الإنتاج المفقود بسبب الانخفاض الطبيعي من خلال الحفر التطويري وزيادة إنتاج النفط إلى زوز 2 مليون فاصلة 100 ألف نوايا وطموحات ضخمة أتارت مبكراً شهية كبريات الشركات العالمية تتقدمها توطالة الفرنسية التي وقعت أولى صفقاتها مع السلطات الليبية من أصل ملياري دولار يعتزم عملاق الطاقة الفرنسي ضخها في مشروع الواحة النفطي تم توقيحها اليوم هي اتفاقية شركة توطال للطاقة قامت بتقديم مقترح إنشاء محطة كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا على أساس أن يتم البناء ويتم دفع تكاليفها على مدى 25 سنة محاولة فرنسية متقدمة لوضع قدم لها في تاني أكبر منتج للنفط والغاز في إفريقيا تترافق مع استحواد توطال على أصول مجموعة كونونكو فيلبس الأمريكية في ليبيا في خطوة ترسم لتحرك فرنسي لإزاحة الوجود الأمريكي من السوق النفطية الليبيا من جهتها تعتزم مجموعة إيني لإيطاليا ضخ أكثر من عشرة ملايير دولار كاستثمارات جديدة في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا المجموعة الإيطالية وخلال مشاركتها في أول منتدى بارز للطاقة يُعقد في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات اقترحت زيادة سرعة تطوير حقول النفط والغاز في البلاد باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في ليبيا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض حقوبة إضافية تتحلق بمشروع نوردستريم 2 الروسي الحملاق المثير للجدل وأدرج تقرير لوزارة الخارجية في نتيني وشركة ترونسادرية المحدودة مشاركة في خط أنبيب نوردستريم 2 على قائمة العقوبات وبهذا الإجراء تكون ودارة بايدن قد فرضت حتى الآن أقوبات على ثمانية أشخاص وحددت سبعة عشر من سفونهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب في شن طاقوي آخر تعتزم الجزائر وإطلاق 11 موقعاً عبر 6 محافظات لإنتاج 1000 ميجاوات انطلاقاً من محطات للطاقة الشمسية وزارة الانتقال الطاقوي الجزائرية كشفت عن استكمال الأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع سولار 1000 قبل نهاية السنة الجارية بما فيها اختيار وحظ مواقع ملأمة ملائمة لمتطلبات إنجاز محطات الطاقة الشمسية على مساحة تتجاوز 4000 هكتار أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل في إطار الصيرافة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية المسؤول والجزائري وخلال جلسة حالانية بالغرفة العليا للبرلمان اعتبر إجراء الصيرافة الإسلامية مطلباً منذ الاستقلال لأحدث فئات من المواطنين ولمتعامل الاقتصاديين وقد سمح إدراجه باستقطاب كتلة نقضية معتبرة في ظرف وجيسة في الشان الجزائري دائماً أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير في سياق إحادة بعض الحركات السياحية وانفتاح البلاد على الوفود الأجنبية بعد عامين من الركود إجراءات تتضمن رفع الحضر عن نشاط الوكلات على صعيد السياحة الدولية وتسهيل منح التأشيرات للأجانب التقطية لنريمان حماني بعد نحو عامين من الركود الجزائر تفتح أبوابها من جديد أمام السواح الأجانب باستئناف نشاط الوكالات السياحية وتأطير الوفود والرحلات الاستكشافية القادمة من الأسواق التقليدية يعني ما نقدموش هذا يا بطل كل اللي نشوفو فيه رح يكون روتورد انفستيسمان لما نجيبو ديتور اوبيراتور رح نفتحوه ورحبو به ونساهمو فيه تعلمونا أنه مش الوزارة اللي هي تقوم بهذه الرحلة الاستكشافية هي تشرف عليها باب مفتوح لكل وكالات اللي عنده ديتور اوبيراتوري طرانجي ويشوف باللي رح تعود بالفائدة له قبل القطاع احنا مرحبا به مسعن يترافق مع اعلان السلطات عن نواياها في تخفيف وتسهيل شروط منح التأشيرات للسواح الأجانب دون التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل انفتاح سياحي متعدد الجبهات ينتظر ان يتوسع نحو اعادة بعث حركية الاستثمار في المنشآت السياحية والهياكل الفندقية باستقطاب رؤوس اموال اجنبية احنا هدرنا على الوزارة 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 مرحبا به انا كل من يقدم اضافة للقطاع السياحة مرحبا به تحركات فعلية لإعادة الحركية لأضعف حلقات الاقتصاد الجزائري سيكون مصحوبا بمراجعة جذرية للترسانة القانونية والتشريعية المؤطرة للقطاع السياحي في شأن اقتصادي متصل تنذر حمليات الاغلاق في مواجهة احدث موجة اصابات بفيروس كورونا في اوروبا باضعاف الانتهاش الاقتصادي والتشكيك في الجدوى الزمني لتراجع البنك المركزي الاوروبي عن التحفيز الطارئ اغلاق نطار موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات الشعبية المناهضة بالنظر للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعودة العزل الحام سارة جمس وتفاصيل شوارع مهجورة محلات مغلقة واسواق موسودة مشاهد لعودة النمسا لثالث اغلاق منذ بداية الجائحة الصحية في توجه بدأت اثاره الاقتصادية ترتسم على النمساويين ساعات عن تطبيقه من نيوزيلندا واستراليا وصولا الى قلب اوروبا تعود مشاهد الاغلاق العام لتعيد معها تهديدات الشلال التجاري والصناعي وبوادر انزلاق نشاط الاقتصادي العالمي نحو الركود والانكماش من جديد في القارة العجوز ينذر فرض العزل العام بتفاقم الشكوك بشأن رزمانة تراجع البنك المركزي عن التحفيز الطارئ في وقت تشير البيانات الى ان الاقتصادات الاوروبية تواجه اضرارا اقل من الاغلاقات الاولية الى ان القيود المفروضة على التجارة والعمل يفاقمان هواجس تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة قاسية في اكبر الاقتصادية القارة تكافح سلطات الالمانية موجة عنيفة من الجائحة قد تدفع برلين لتحذو حذ وجارتها النمسا خطوة من شأنها خفض نسبة النمو في منطقة اليورو بثلاثة اعشار مئوية عن التوقعات الاساسية في حين من شأن تبني باقي الاقتصادات الرئيسية الاخرى قيودا مماثلة من ترسيم تباطئ النمو في المنطقة الى اربعة اعشار مئوية تكلفة اقتصادية باهظة تتزامن مع معدلات تضخم قياسية تعصف بالقارة منذ بداية العام الجاري وستكون لها تداعيات اجتماعية وخيمة فمشاهد الاحتقان الاجتماعي ومناهضة مساعي الاغلاق غزت شوارع كبرى المدن الاوروبية من فيينا الى امستردام منذرة بموجة غضب شعبية واسعة حذرت منظمة الاغذية والزراعة فاوة من صدمات جديدة على قرار الجفاف والفيضانات والامرات قد تعترض الانظمة الصحية والزراعية التي لا تزال تواجه تداعيات جايحة كورونا الهيئة الاممية ذكرت ان ثلاثة ملايير شخص لا يستطيعون حاليا تأمين غذاء سليم يجنبهم سوء تغذية على جانب وجود مليار شخص اضافي قد يكونون معرضين لخطر حدم القدرة على تأمين تغذية صحية في حال ادت صدمة مفاجئة الى خفض مدخولهم بنسبة الثلثة تقرير المنظمة توقع ارتفاع سعر الاغذية لثمانمائة وخمسة واربعين مليون شخص في حال تعطلت سبل التواصل الاساسية بسبب صدمة إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا الى الختام نشكركم على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر